اشتركوا في القناة متوفرة لدى بعض مستخدمي واتساب على اندرويد من خلال نسخة تجربية جديدة ما يشير الى انها ستصبح متوفرة قريبا لدى جميع المستخدمين ونطالع مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية ابل ووتش الجديدة تجري مكالمات دون ايفون تتأهب شركة ابل لاطلاق الجيل الجديد من ساعاتها الذكية ابل ووتش نهاية العام الجاري بميزة اجراء مكالمات هاتفية بشكل مستقل دون الحاجة الى الاختران والارتباط بهاتف ايفون نظرا لدعمها تقنيات الجيل الرابع LTE واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية طائرة تهبط على شاطئ مزدحم وتتسبب بقتل رجل وفتاة اضطر طيار وتلميذ متدربان الى الهبوط على الشاطئ في البرتغال بعدما اصدر برج المراقبة تحذيرا للطيار وسبب هذا الهبوط المفاجئ بقتل فتاة في الثامنة من العمر ورجل يبلغ السادسة والخمسين كان على الشاطئ مشاهدين والى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نفوق تشان تيك انسان الغابة اعلنت حديقة حيوان اتلنتا نفوق انسان الغابة تشان تيك الذي كان من بين اوائل القرود التي تتعلم لغة الاشارة عن عمر نهز تسعة وثلاثين عام واوضحت الحديقة ان تشان تيك كان يعالج من مرض في القلب وسيحدد تشريح جثة سبب الوفاة ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية نهاية العالم الشهر المقبل بسبب استيدام الارض بكوكب غامض حذر عالم ارض من امكانية استيدام الكوكب الغامض ني بيرو بالارض وفقا لنظرياته فان كسوف الشمس الذي سيحدث الشهر الجاري يشير الى ان هذا الكوكب على وشك ان يصطدم بكوكبنا بحلول يوم الثالث والعشرين من الشهر المقبل